بذكر بقى العظم اللي احنا بنعملها كمصرين احنا عارفين دايما انه في متابعتنا لكرة القدم كده عندنا تصنيفات فنقول اهم حاجة نشجعها المنتخب وبعدين كل واحد بيشجعنا دي ففي دوري الدرجة الاولى دوري الممتاز وبعدين دوري الدرجة التانية ودوري الدرجة التالتة فرقة درجة ربعة وهكذا فاحنا عندنا تصنيفات وعندنا بالمناسبة موهوبين في كل هذه الدوريات واي حد بيلعب كرة في مصر هو موهوب بشكل ما لكن اللطافة بتاعة القصة الجاية دي انه دايما دايما دوري درجة التانية يتمنى يقول لو عندنا شوية امكانيات لو نعرف نجيب لبس للعيبة لو نعرف نجيب لعيبة نخليهم يتفرغوا اللي حصل بقى انه واحد من نقدر نسميهم من نوادي دوري المظاليم دوري احنا بيتقال عليه المظاليم انه ما عندوش متابعة كفاية مش بنتابعه كفاية ما عندوش جماهيرية واحد بقى من هذه الاندية مش بس بقى عندو لبس للعيبة ولا عندو قدر على انه يجيب لعيبة كويسين لا الحكاية عدت الموضوع بقى ان احنا عندنا مدرب اجنبي مخضرم والسي في بتاعه قوي جدا لفريق من اللي بنسميهم اندية الدرجة الرابعة نادي مكادي نادي مكادي واحد من اندية الصعيد واستقدم مدرب انجليزي مخضرم اسمه دون شانكس والراجل ده لما الناس دورت بقى في السي في بتاعه هذا الرجل درب عمالقة في الكرة الانجليزية درب فالهم بيرني وكوينز بارك وبرايتن وعنده مسيرة طويلة جدا في دول كتيرة فريق مكادي بالمناسبة يعني من الفرق المميزة جدا طبعا مش بس بذكر المدرب اللي بيشرف عليه شانكس لكن هو بيحقق نتائج في الفترة الاخيرة كويسة جدا انه تصدر المجموعة التانية في منطقة لقصر بـ 24 نقطة فايز للتمن مباريات متتالية امام فرق من مختلف محافظات مصر الحاجة اللطيفة في القصة دي انك تقدر تقول ان الحلم او الشكل المثالي اللي احنا بنتمنى نقول انه يتسعد الاندية دي وانه الخبرات تتراكم فنلاقي في الدوري الممتاز اسماء جديدة ونوادي جديدة ويبقى فيه زخم كده في الحياة الكروية اللي بيحصل ده بالشكل الاحترافي ده يقول لنا انه ده سيناريو ممكن اشتركوا في القناة